والدعم الاجتماعي ملف يستوقف سعاد زيت روي في نبض المجتمع أهلا بك سعاد أهلا سنة في ردود الفعل التي استقينا اليوم في أكثر من مدينة تلمس أهمية الدعم الاجتماعي لدى شريحة واسعة من المغاربة دعم اجتماعي دفعه وستصرف نهر خميس إن شاء الله سمعنا الشهادات تنوعت واختلفت لكنها التقت في نقطة واحدة وهي الإشادة بالمبادرة التي لا يمكن إلا أن تسعد المغاربة لأول مرة في تاريخ المغرب الحديث يتم إطلاق برنامج للدعم الاجتماعي المباشر في الموعد وكما حدد له بعد غد تمنح أول دفعات الدعم الاجتماعي المباشر بمعنى تقديم مبلغ مالي شهري يسلم مباشرة للأسر المعوذة هذا الدعم يمنح للأسر التي سوف تشروط الاستفادة وبعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد وحصولها على العسبة المطلوبة يوم الثامن والعشرين من الشهر الحالي ستستفيد أزيد من مليون أسرة أي حوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون مغربي من دعم مالي مباشر لا يقل عن خمسمائة درهم شهريا للأسرة الواحدة كيفما كانت تركيبتها العائلات المستفيدة قدمت طلباتها قبل العاشر من الشهر الحالي أما بخصوص باقي الأسر التي وضعت ملفاتها بعد العاشر من دجنبر تستوصل بدفعتين شهري دجنبر ويناير في نهاية الشهر القادم فباب تقديم الطلبات يظل مفتوحا من أجل استفادة مستقبلا من الدعم منذ انطلاق البوابة الإلكترونية بداية الشهر الحالي تم تسجيل مليون وتسعمائة ألف طلب استفادة والعدد ما يزال في تزايد وبشكل يومي والبوابة ما زالت مفتوحة في وجه من توفرت فيهم شروط الاستفادة إذن البوابة مفتوحة وهي التي استقبلت أزيد من مليون وتسعمائة ألف طلب سنة سنودع سعاد بعد أيام قليلة فقد تميزت بثورة مجتمعية أسست لها رؤية ملكية واضحة في هذا الباب صحيح سناء هذا العام الذي سنودع بعد خمسة أيام فقط سيظل عاما فارقا في أوراش الدولة الاجتماعية سواء فيما يتعلق بتعميم تأمين الإجبار عن المرض والدعم الاجتماعي المباشر والدعم الموجه لاقتناء السكن الحماية الاجتماعية هي حلقة من مسلسل إصلاحي اجتماعي بالمغرب رعاه جلالة الملك وأكد عليه في كل مناسبة وحين يستثمر المغرب في الحاضر من أجل المستقبل وعينه على تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية وتقليص نسب الفقر والهشاشة والحد من الفوارق الاجتماعية وهذا بالذات هو جوهر الدولة الاجتماعية يعني تحقيق الرعاية الاجتماعية بمضامينها الشاملة من صحة وتعليم وسكن وحقوق باختصار كل ما له علاقة بكرامة الإنسان تحسين الولوج إلى الصحة والتعليم مطلب المغاربة الذي لا محيد عنه وهذا المطلب حاضر في صلب مضامين مشروع الحماية الاجتماعية مثلا اشتراط تمدرس الأطفال للحصول على القيمة الكاملة للدعم دعم الاجتماعي المباشر الاهتمام بالأطفال في وضعية أعاقة من خلال تلبية جزء من احتياجاتهم الخاصة واستهدافهم بشكل أفضل المغرب يفتح صفحة جديدة من تاريخه الاجتماعي صفحة كتب عنوانها الأكبر جلالة الملك وحارسة على تحقيق أدق تفاصيلها بإشراك كل القطاعات والوزارات والمؤسسات المعنية اليوم نحن أمام امتحان تنزيل الورش على أرض الواقع وتفعيله بالشكل الذي سطر له شكرا لك سعاد وإلى العام المقبل إن شاء الله شكرا لك شكرا لك